رمزي صباح الخير صباح النور وصباح الخير والله يسلمك كل عام وتصمد خير نساء الله ربي يحفظك إذن رمزي وش حكيته مع الدماء المتحركة لكن قبل ذلك من خلال هذا التقرير اللي شفناه عدو زميل عبد الرحيم بونمري رمزي كان عندك مشكل في حياتك وقدرت أنك تتغلب على هذا المشكل بمساعدة هاته الدماء حكينا علاقة رمزي بهذه الدماء يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم علاقتي مع هذ الدماء هذ الدماء أنا كنت ألا أبهم من حيث كنت صغير ولكن راحوا لي وقت وراحوا لي وقتهم بعد وليت دخلت في دماء نتعل الوكلون ونتعل اليسكاتش ونتعل المسرح القاصير حتى وين عودت وحن نهار من نهارات عودت تفكرته عودت لي كيبيريته وين اختارت له إنسان ولي تنخدم معه نخدم نخدم بلصانه نخدم بلي مغيوناته حتى وين نالت إعجاب الجماهير كي نقوله الجماهير نقوله الجماهير صغار ولي كيبارتي كيف كيف عجبتهم بزاة كين عدنا الأب في المادارس كين عدنا الأب في هذه هي القصة نصحة كيفاش يشوف رمزي مثلا هذا الدومة لماريونات هذا اللعب بهم هل هناك اختلاف مثلا بالنسبة لمسرح العرائس مثلا اللي كان سابق رائج وحد الوقت ومبعده اختفى وهل يحاول رمزي ربما أنه من خلال الدومة هذه لماريونات أنه يحاول أنه يطلع المسرح الكوميدي من خلال هذه الدومة بالمقارنة مع المسرح انت على الرائس اللي اختفى تماما ما نشوفه فيه هل رمزي يحاول يعود يحيي مثلا هذا الفن هي يعني بإذن الله تعالى يعني بإذن الله تعالى أولا وبإذن الرجال الواقفين عن هذا الفن الفن المختفي يعني وعلاش لا لا نقدروا نقلبوه نقدروا لو كان يكونوا مشجعين ويكونوا بازين عليه بزاف بزاف بسكو هذا مصرح الدومة هذا وش يخدم 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 السمعي والسمعي البصري فهمت يقدر يفهموا العقون ويقدر يسمعوا لعما ويقدر يسمع ويشوف يقدر يركز وحتى الأطفال الصغار صرته خاصة هذه اللي ركتش فيها هذه اللي ركتش فيها هذه نتاظك ما تقدرش توصل فارضا ما تقدرش توصل رسالة لولدك يقول له مثلا علش وليدي ما تقرأش مليح ولا ولا وليدي ما تلعبش بره بزاف لا يكسيتين ما تقدرش تلاحق لولفكرة هذا من عرأس الدماء يقدروا يلاحق لولفكرة يأخذ رأي على رأس الدماء مما يخش رأيك أنت صحيح صحيح رمزي هل أنت تقوم بنشاطاتك مثلا من خلال يومياتك النشاطات يقوم بها رمزي وين يروح رمزي مثلا يعمل أكثر مثلا هل يزور رمزي الناس المحتاجة إلى البسمة إلى الضحك إلى غير ذلك أنا نقوم بنشاطات سيدي المحترم مش ما نقومش بنشاطات ولكن هناك صعوبات في النشاطات وعرقيل في النشاطات وصبطاش بصفة عامة يعني فيه عرقيل بزاف من نذكره منهم نذكره منهم نذكره منهم مثلا أنا كنعود نخدم في المدارس كنعود نخدم في المدارس علش أنت يا مدير مدير تربية علش ربع سنين وانت مصعب لي في رخصة أني رح مفرح الأطفال نعم خليني مفرحهم خليني مفرحهم وكي يفرحه هو ما يزيد يفرحك تاربي معي صحيح يعني هل أنت في عملك هذا كما قلت عندك عرقيل مثلا ربما هو أنه ناس متجأل أو المسؤولين ربما قائمين بالقطع يجهلوا قيمة هذا النوع من الفن هو كين كين فيه وعليه كين فيه وعليه أنا ذكره كين كما تقولي من جانب المسؤولين نبقى 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 في الأكاديمي وليه تسطيف كينروح نبوزي للدوسي والله عادوا هذوك العمال اللي ثم لحاكمين مصلحة النشاطة الثقافية عادوا يحشموا عادوا يحشموا يقولوا لي يا رمزي عدنا نحشموا منك كيتجيب الدوسي ونقلبوه لك نعم رمزي لما تقوم بهذا العمل عندك دورة كبيرة تقوم به اللي هو إدخال باسمه للناس مفروض أنه فيه مسارح لهذا الأمر هل رمزي يعتمد أكثر على الشارع ربما من أجل إعادة إحياء هذا المسرح أم أو هذا الفن اللي كما قلنا بدأ يتلاشى وهل رمزي يدخل الباجة لمن يحتاج البسمة والفرح من خلال ربما نعرف منه كين جمعيات يروحوا لزيارة المرضى من أجل إدخال البسمة أما حتى أطفال لمرضى بمرضى السرطان مثلا هل رمزي يقوم بهذا الدورة بنبيل يعني والله طحت في المستوى على سبيل المثال من أجل من أجل أحياء هذا الفن من أجل أحياء هذا وانا نجري من نوره وانا نجري من نوره غير باش غير باش يكون عندنا فن نتعي مصرح العرأس حتى وانتوح في انهيار العصبي إلى جلو نروح لدار العجازة نخدم معهم نروح لليتامة نخدم معهم صارت لي خطرة في قصر الأبطال ديرو خيتان تعل الأيتام أنا شخصيا بدون مجاملة زدت النص في هذا الحفلة ذاك لأني لبست لوكلون ولعبت لي مغيونات وفرحت هذا الأيتام وكانت ربي يبارك نعمة ومشاء الله نعم شي جميل أنه يعني الناس تعود تحيي هذا الجارب في المسرح اللي فعلا اندثر وجيال جيال جيال يعني عاشت في هذا الوسم حتى أن هذا الفن يهتم به حتى الدول الأجنبية لأنه نعرف أنه موجودين لقنيون حتى في الدول والقنوات الأجنبية لكن ربما الناس تجهل تجهل دور هذا المسرح وهذا الفن كنا سابقا نشوفوه ونحن نشأنا على هذا الفن نتمنى من خلالك أنت طبعا وأنه إعادة إحياء هذا الفن وأيضا الدعم لك أنا نتمنى أنهم يقدمون لك الدعم في هذا المجال سواء من السلطات المحلية في سطيف ولا حتى من وزارة الثقافة